مع أنه مستواه تافي من كل النواحية اليوم أيضا تمت محاكمة الناشط صفيان دحماشي في قسنطينا يخلوه قالك حتال 12 عفريل باش يصدر الحكم يضافطوا عليهم يعني غدا المحاكمة الناشط أحمد صانع بمحكمة ندرولي بيستيف أهل استيف ها هذا أحد الحرار ما تنسوهش وروحوا ديروا كما داروا أهل العاصمة على الشباب ورعبوهم بشعارات تلقوا أولادنا ما باعوش كوكاين ودولة مدنية ما شي عسكرية ومخابرات منظمة إرهابية تسقط المافيا العسكرية وتبون مزور ريبوه العسكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر